السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلتني هذه المراجعة الشاملة للوحدة الخامسة للصف الثالث المتوسط من طالبة من الطالبات جزاه الله خيرا فحبيت أني أنا أشرحها وأنزلها عندي في القناة عشان يستفيد أكبر عدد من الطلاب والطالبات وقبل ما أبدأ بشرح المراجعة أتمنى من كل اللي بشاهد الفيديو أن ينزل أسفل الفيديو ويشترك معايا في القناة ونبدأ باسم الله بالجرامر جرامر وهي القاعدات هنا لدينا choose the correct answers يعني اختر الإجابات الصحيحة إذن هنا حنلاحظ ظهور يستردي والتي تدل على الماضي إذن يجب أن يكون الفعل في الزمن الماضي الفعل هنا لدينا eat الماضي من eat هو eight إذن سنختار eight number two I فراغ تنس with my friends yesterday أنا ألعب التنس مع أصدقائي أيضا يستردي إذن يستردي عندما تظهر في الجملة يجب أن نختار الفعل الموجود في الزمن الماضي هنا الماضي للفعل play هو played إذن سنختار played she فراغ here for two years ظهرت for عندما تظهر for والsince إذن الجملة في الزمن المضارع التام أي present perfect يعني الفعل هيكون has أو have مع التصريف الثالث للفعل بما أن ضمير الفعل هو الشيء إذن دائما تأتي معها has إذن سنختار has والتصريف الثالث للفعل number four they فراغ three letters already أيضا ظهرت already إذن الجملة في الزمن أيضا المضارع التام سنختار الفعل has أو have مع التصريف الثالث للفعل وبما أن ضمير الفعل هنا they فيأتي معه have والتصريف الثالث للفعل write هو written number five I فراغ here since I graduated school أيضا ظهرت since وكما قلت عند ظهور for و since يجب أن يأتي الفعل في زمن المضارع التام وبما أن ضمير الفعل هنا I يأتي معه have والتصريف الثالث للفعل work هو worked number six he فراغ his homework أيضا since Tuesday جاءت since إذن الجملة في زمن المضارع التام إذن الفعل سيكون has أو have مع التصريف الثالث للفعل هنا ضمير الفعل هو he إذن يأتي معه has والتصريف الثالث للفعل finish هو finished طيب we have هنا جاءت have إذن سنضع الفعل في التصريف الثالث هنا لدينا be been are و where التصريف الثالث للفعل be هو been أيضا وجدت since إذن الجملة في زمن المضارع التام number eight he has ظهرت has إذن الفعل يجب أن يكون بعده بالتصريف الثالث والتصريف الثالث للفعل break هو broken إذن سنختار broken number nine there has أيضا بعد has الفعل يأتي تصريف الثالث والفعل هو be تصريفه الثالث been number ten we haven't أيضا ظهرت haven't إذن الفعل بالتصريف الثالث we haven't seen التصريف الثالث للفعل see هو seen number eleven she has أيضا بعد has يأتي الفعل بالتصريف الثالث والفعل لدينا watch وتصريفه الثالث هو watched he has أيضا بعد has يأتي الفعل بالتصريف الثالث ولدينا الفعل start تصريفه الثالث هو started number 13 she has بعد هاز أيضا يأتي الفعل بالتصريف الثالث ولدينا الفعل finish تصريفه الثالث finished طيب هنا لدينا سؤال نريد أن نكون سؤالا بما أن ضمير الفعل هنا you دائما يأتي مع you have إذن سنقول have you visited نلاحظ أن السؤال هنا أيضا في زمن المضارع التام جاء visited بالتصريف الثالث للفعل هنا لدينا أيضا سؤال have you جاءت have في السؤال إذن أيضا الفعل يجب أن يكون في التصريف الثالث والفعل call تصريفه الثالث هو called have you called your mom yet وأيضا yet تدل على المضارع التام هنا لدينا أيضا سؤال وظهر الفعل في التصريف الثالث وجاءت yet التي تدل على المضارع التام وجاء الفاعل علي إذن دائما تأتي معه has number 17 we have already أيضا هنا جملة في زمن المضارع التام إذن الفعل سيكون في التصريف الثالث سنقول have you already had التصريف الثالث للفعل have هو had هنا أيضا سؤال في زمن المضارع التام جاء ضمير الفاعل you وyou دائما كما قلت يأتي معه have ويت أيضا تدل على المضارع التام وجاء الفعل في التصريف الثالث number 19 she has هنا ظهرت has إذن الفعل أيضا سيأتي في التصريف الثالث بعدها وظهرت for والتي تدل على المضارع التام إذن سنختار الفعل في التصريف الثالث والتصريف الثالث للفعل work هو worked number 20 we have أيضا سنختار الفعل الموجود في التصريف الثالث وهو had إذن التصريف الثالث للفعل have هو had number 21 أيضا هنا سؤال بدأ بhave بعد have سيأتي ضمير الفاعل ودائما ضمير الفاعل الذي يأتي مع have هو إما you أو they أو we هنا جاءت it has she you إذن سنختار you هنا لدينا someone has جاءت has إذن سنختار الفعل في التصريف الثالث لأن الجملة في زمن المضارع التام إذن سيكون الفعل في التصريف الثالث eaten the food is buy my mom هنا نلاحظ أن هذه الجملة هي جملة passive أي مبنية للمجهول لظهور buy في نهاية الجملة وعدم وجود الفاعل في الجملة بدأت الجملة بالمفعول به إذن عندما تبدأ الجملة بمفعول به ويكون الفاعل في نهاية الجملة بعد كلمة buy إذن الجملة مبنية للمجهول وإذا بنيت الجملة للمجهول دائما يأتي الفعل في التصريف الثالث إذن the food is bought والتصريف الثالث للفعل buy هو bought houses have been هنا المنازل أيضا have been ونضع التصريف الثالث للفعل sold لأن الجملة أيضا هي مبنية للمجهول we have هنا الجملة في زمن المضارع التام وبعدها كما ذكرت يأتي الفعل في التصريف الثالث سنقول we have seen this movie already أيضا already تدل على المضارع التام number 26 هنا English is all over the world اللغة الإنجليزية تتحدث حول العالم هذه الجملة أيضا مبنية للمجهول لأن الفعل غير موجود من الذي يتحدث اللغة الإنجليزية غير موجودة كما ذكرت أن الفعل في جملة المبنية للمجهول يأتي في التصريف الثالث أيضا والتصريف الثالث من الفعل speak هو spoken glass is from sand أيضا هنا جملة مبنية للمجهول أن الزجاج يصنع من التراب إذن الفعل الذي سنختاره سيكون في تصريف الثالث للفعل والتصريف الثالث للفعل make هو made the key was أيضا هنا found لماذا؟ لأن الجملة مبنية للمجهول من الذي وجد المفتاح؟ لا نعلم لا يوجد فاعل في الجملة إذن هي مبنية للمجهول my wallet أيضا was was stolen سرقت محفظتي من الذي سرقها؟ غير معروف إذن الفاعل غير موجود في الجملة إذن هي جملة مبنية للمجهول وكما ذكرت أن الفعل يأتي في التصريف الثالث والتصريف الثالث للفعل steal الكثير من القهوة شربت إذن أيضا جملة مبنية للمجهول من الذي شرب القهوة؟ غير معروف لا يوجد فاعل في الجملة إنما بدأت الجملة بمفعول به إذن الفاعل سيكون في التصريف الثالث والتصريف الثالث للفعل drink هو drunk he has lived in bank هنا جاءت الجملة في زمن المضارع التام ظهرت has والتصريف الثالث للفعل هنا لدينا a long time سنختار ما بين since أو for هو عاش في bank for a long time لفترة طويلة إذن دائما for تأتي مع فترة وتعني لي أما since فتعني منذ منذ ذلك الحين وهنا معنى الجملة يدل على الفترة إذن سنختار for he has been here جاءت 9 a.m هو هنا منذ التاسعة صباحا إذن سنختار since لأن since تعني منذ ننتقل إلى السؤال التالي choose the correct passive form علينا أن نختار الشكل الصحيح للجملة المبنية للمجهود هنا لدينا ثلاثة أشكال للجملة المبنية للمجهود الجملة الأولى people collect the goods الناس يجمعون الأمتعة أو الأغراض هنا جاءت الجملة في زمن المضارع البسيط إذا جاءت الجملة في زمن المضارع البسيط وأردنا أن نحولها للمبني للمجهول سنبدأ طبعا في كلا الجمل بالمفعول به والفاعل لا يكون في الجملة ولكن هنا بما أنها في المضارع البسيط إذن المبني للمجهول أيضا سيكون في زمن المضارع والفاعل يكون في التصريف الثالث إذن سنبدأ بـ the goods وبعده سنقول are لأن are في المضارع ونضع الفاعل في التصريف الثالث للفاعل ونلاحظ أننا لا نكتب الفاعل في الجملة المبنية للمجهول ممكن أن نضيفه ونقول by people وممكن أن نلغيها طيب في الجملة الثانية هنا هنا جاء الفاعل في زمن الماضي إذن أيضا حتى نبنيها للمجهول سنبدأ بالمفعول به وهو the dog وبعده سيأتي was aware لا نقول are لأن هنا الجملة ماضي إذن ستكون أيضا was aware في زمن الماضي بما أن dog مفرد إذن سيكون معه was the dog was walked والفاعل يكون في التصريف الثالث walked والفاعل يأتي في النهاية ممكن أن نضيفه وممكن أن لا نضيفه نضيفه بأن نقول by been الزمن الثالث عندما يأتي في زمن المضارع التام tom has made the pizza جاء في زمن المضارع التام إذن أيضا المبني مجهول يجب أن يكون في زمن المضارع التام سنبدأ الجملة المبنية للمجهول بالمفعول به وهو pizza سنقول the pizza وبعدها has ونضيف been وبعدها made التصريف الثالث للفعل وممكن أن نضيف by tom أو لا نضيفها وجود by في نهاية الجملة المبنية للمجهول تدلنا على أنها مبنية للمجهول لدينا the thieves are caught by the police اللصوص قبض عليهم إذن هنا جاءت جملة مبنية للمجهول أيضا والفاعل الذي قبض على اللصوص هم البوليس جاءت بعد by في نهاية الجملة هنا the food has been cooked أيضا جملة مبنية للمجهول الطعام طبخة من الذي طبخ الطعام الفاعل غير موجود وهي عندما نحولها من المضارع التام ننتقل إلى الصفحة التالية هنا القسم الثاني من المراجعة يتحدث عن البوكابلوري وهي المفردات لدينا كلمة clumsy clumsy وتعني إذن too large and heavy or difficult to use شيء كبير وثقيل ومن الصعب الاستخدام هنا لدينا recharge إعادة شحن fill with electricity أن نملأها بالكهرباء digital وهي الرقمي using computers or the internet نستخدم فيها الكمبيوتر أو الانترنت choose the correct words اختار الكلمات الصحيحة I need paper for the أحتاج الأوراق لمال للطابعة سنختار printer فراغ of the camera was .01 megapixel resolution resolution وتعني الدقة ودقة الكاميرا هي .01 megapixel if the food is cold إذا كان الطعام بارد and put it in there طبعا في المايكرويف فراغ have money to spend من الذي لديه المال ليصرفه إنه الكنسومر المستهلك we can build a wall with نبني الحائط باستخدام ماذا؟ باستخدام البريكس الطوب the equipment is lightweight هذا الجهاز هو خفيف portable سهل النقل and easy to store وسهل التخزين إذن هذه مواصفات الجهاز it is not easy walking in these فراغ choose ليس من السهل أن نمشي بهذه الأحذية لأنها ماذا؟ لأنها clumsy لأنها large كبيرة وصعبة الاستخدام I have black and white فراغ of the city لدي images صور images وتعني صور الأبيض والأسود للمدينة these fields هذه حقول fine crops produce تنتج محاصيل جيدة إذن produce my book will in the shops next months كتابي سوف يتوفر appear تعني يتوفر في المحلات الشهر القادم the television receiver is an electric device الرسيفر الخاص بالتلفاز هو آداء إلكترونية they spent the فراغ day on the beach هم قضوا the entire entire يعني كامل اليوم كاملا على الشاطئ هنا لدينا consumers want to know what is inside the products المستهلكين أو الزبائن يريدون أن يعرفوا ما بداخل هذه المنتجات نقل إلى الصفحة التالية هنا أيضا سنكمل بقسم vocabulary وهي المفردات علينا أن نختار المرادف الصحيح لكل كلمة the invention هنا لدينا كلمة invention وتعني اختراع الإجابة see something that has never been made before شيء لم يكن موجودا من قبل أختراع حديثا هنا لدينا printer printer وهي الطابعة الإجابة if a machine that prints paper paper documents آلة تطبع الأوراق والمستندات هنا resolution وقلنا resolution تعني الدقة الإجابة P show things clearly clear picture أن يرينا الأشياء بوضوح هنا microwave الإجابة E an oven which cooks food هو عبارة عن فرن يطبخ به الطعام consumer وهو المستهلك الإجابة A a person who buys goods or services هو الشخص الذي يشتري الأغراض أو الخدمات هنا لدينا breaks break وهو الطوب I a hard block هو بلوكة صلبة portable كما قلت portable هو سهل التنقل portable الإجابة K to be easily carried or moved أن يكون من السهل نقله أو تحريكه هنا لدينا clumsy إجابة J the synonym of large and big هو المرادف لكلمة كبير large و big image image وتعني صورة G a picture of someone or something هي صورة شخص ما أو شيء ما produce وتعني إنتاج ينتج شيء ما الإجابة O make or create it أن نصنعه أو نخلقه captures captures وتعني التقاط أن نلتقط صورة L to record or take picture of something أن نسجل أو نأخذ صورة لشيء ما huge huge تعني ضخم M the antonym of small antonym تعني معاكس أو ضد إذن huge معناها ضخم وهي عكس كلمة small appear وتعني أن يتوفر to start to exist or become available أن يبدأ بالوجود أو أن يكون متوفرا entire ويعني كاملا be the synonym of whole وهو مرادف كلمة whole وتعني كامل device device وهي الآداء آداء إلكترونية الإجابة هي آداء تقوم بعمل خاص طيب هنا لدينا digital كما ذكرنا أنها آداء رقمية تستخدم فيها الكمبيوتر أو الإنترنت ننتقل إلى قسم وهو تهجئة الحروف أو orthography orthography أي الكتابة كتابة الكلمة الصحيحة هنا لدينا كلمات ينقصها أحرف علينا أن نختار الحرف الذي ينقص هذه الكلمة هنا لدينا الكلمة the consumers وتعني المستهلك الحرف الناقص هو حرف ال-S هنا لدينا brick وهو الطوب الحرف الذي ينقصه هو حرف ال-I هنا لدينا portable portable وتعني سهل التنقل والحرف الناقص هو حرف ال-O portable clumsy وتعني كبير والحرف الناقص هو حرف ال-U هنا لدينا image image وهي الصورة الحرف الناقص هو حرف ال-A هنا لدينا capture capture حرف الناقص هو حرف ال-P وتعني التقاط هنا لدينا successful successful ويعني النجاح الحرف الناقص هو حرف ال-F هنا لدينا device وهي ال-A دا حرف الناقص هو حرف ال-V هنا لدينا digital digital حرف الناقص هو حرف ال-I ننتقل إلى الصفحة التالية هنا لدينا قسم reading لدينا قطعة وعليها أسئلة سنقوم قراءتها Alan is an American boy Alan هو ولد أمريكي يعيش في كاليفورنيا يعيش مع عائلته في منزل حديث وعمره 11 عاما لديه أخ كبير ويدعى David وأخت صغرة وتدعى Emma هو يبدأ يومه تقريبا عند الساعة السابعة والنصف يستيقظ ويذهب إلى الحمام أكرمكم الله يأخذ حماما أو يستحم ويفرج أسنانه ويرتدي ملابسه وبعد ذلك يتناول فطوره في الساعة الثامنة إلا ربع يغادر المنزل ويركب الباص للذهاب إلى المدرسة وحصصه تبدأ في تمام الساعة الثامنة والنصف يتناول غداءه في كفترية المدرسة في تمام الساعة الثانية عشر والنصف وبعد المدرسة في تمام الساعة الخامسة والربع يعود للمنزل وهناك يقوم بحل واجباته عندما ينتهي منها من واجباته التعود على الواجبات يساعد أمه في تحضير الطاولة في تمام الساعة السابعة والنصف العائلة يتناولون طعام العشاء ألين عادة ما يشاهد التلفاز بعد العشاء تقريبا نصف ساعة في تمام الساعة العاشرة يفرج أسنانه مرة أخرى يرتدي البجامة الخاصة به ويذهب للنوم ووالده يحضناه قبل أن ينام ألين هو ولد سعيد طيب ننتقل إلى الكمبرهنشن وهي الفهم والاستيعاب choose the correct answer اختر الإجابة الصحيحة it الموجودة في السطر السابع تعود على ماذا هنا قلنا أن it تعود على واجباته يعني homework إذن الإجابة homework the antonym antonym تعني عكس أو ضد عكس كلمة sad sad عكسها happy سعيد sad تعني حزين وhappy سعيد the a the a synonym synonym تعني مرادف مرادف كلمة new وهي الجديد مرادف ها modern وتعني حديث the main idea of the text is ما هي الفكرة الرئيسية من هذا النص؟ هل Allen's TV هل يتحدث عن تلفاز Allen's أم Allen's home هل نتحدث عن منزل Allen's أم Allen's daily routine عن روتين اليومي لـ Allen's ننتقل إلى true or false أجب إما بصح أو خطأ classes begin at eight o'clock هل حصص Allen's كانت تبدأ في تمام الساعة الثامنة هنا classes begin at half past eight في الثامنة والنصف وليس الثامنة تماماً إذن الإجابة false Allen is an American boy هل Allen هو أمريكي yes الإجابة true ننتقل إلى قسم writing هنا لدينا write about your most important positions اكتب عن عن ممتلكاتك الأكثر أهمية هنا لدينا نموذج الأول عن هذا الموضوع وهنا لدينا أيضاً نموذج آخر يمكن للطلاب والطالبات الاستفادة منهم وبانتهاء هذا الموضوع أكون قد انتهيت من شرح أسئلة المراجعة الخاصة بالوحدة الخامسة للصف الثالث المتوسط إذا عجبكم الفيديو واستفدتم منه انزلوا أسفل الفيديو اضغطوا على زر اللايك لا تنسوا أن تشتركوا معي في القناة وتفعلوا جرس التنبيه وشكراً